يبدو أن فترة الهدوء الطويلة نسبيا التي تمتعت بها العاصمة الأوكرانية كييف قد انتهت أو في طريقها إلى الانتهاء قصف ساروخي روسي مكثف يستهدف المدينة للمرة الأولى منذ أكثر من أربعين يوما عمدة العاصمة قال إن القصف طال منطقتين على الأقل في ضواحي المدينة وألحق أضرارا بالبنية التحتية ووفق سلاح الجو الأوكراني تم القصف بصواريخ كروز من قاذفات روسية متمركزة في بحر قزوين وتوقعت قيادة الأركان الأوكرانية استمرار الهجمات الروسية على المدينة يواصل الروس شن ضربات ساروخية وجوية على منشآت البنية التحتية العسكرية والمدنية في بلادنا بما في ذلك كييف لا يزال التهديد بضربات ساروخية وجوية قادمة من اتجاه بلا روسيا قائما ولم تتعرض كييف إلى الهجمات منذ زيارة الأمين العام للأمم المتحدة في أواخر أبريل الماضي وركزت روسيا عملياتها منذ تلك الفترة على مناطق شرقي أوكرانيا وشجعت فترة الهدوء تلك على عودة الحياة إلى حالتها شبه الطبيعية وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القصف استهدف مدرعات وأسلحة تسلمتها أوكرانيا من دول أوروبا الشرقية الصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة التي أطلقها سلاح الجو الروسي على ضواحي كييف دمرت دبابات من تراث تي 72 حصلت عليها أوكرانيا من دول أوروبا الشرقية مدرعات أخرى داخل المخازن وكانت موسكو قد تعهدت بتدمير أي أسلحة أو معدات عسكرية تزود بها الدول الغربية أوكرانيا وشددت على أن تلك الأسلحة لن تغير في مصار المعارك ترجمة نانسي قنقر